لذلك نقول أن السودان التي قدمت شهداء في حرب 48 و 67 و 73 بالدفاع عن القدس وعن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون في الطرف المعادل الشعب الفلسطيني وإحنا شعب مظلوم شعب مجاهد ولا نقبل إلا الخير لكل الدنيا ولا البشر ونطلب من الله السلام تاريخ سطرته الدول الإفريقية وعلى رأسهم السودان في القضية الفلسطينية الذين قاتلوا ببسالة في حرب 48 ولعل هذا المكان الملاسق لباب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى خير دليل على تضامنهم مع الفلسطينيين وقد أخذوا على عاتقهم بسكنهم هنا حراسة وحماية المسجد المبارك منذ بداية الانتداب البريطاني مواقف لا ينساها الشعب الفلسطيني واثقين من أنهم لن يخونوا عهدهم مع القضية الفلسطينية أهل السودان معروف تاريخهم فإحنا رسالتنا يظلوا على مواقفهم لأنهم سند أن يظهر إنا في الأيام المقبلة وإن شاء الله بظلوا على مواقفهم ما بتتغير ولا بتتبدل لأنه أملنا فيهم كبير نحن في الأساس جئنا بهدف الرباط في مدينة القدس ولمساعدة صوار فلسطين ضد الاحتلال وضد الاستعمار ورابطنا وأباؤنا وأجدادنا رابطوا في مدينة القدس ونحن أبنائهم وأحفادهم لازلنا نرابط حتى الآن أوضاع سياسية صعبة تعيشها المدينة المقدسة في ظل عمليات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى أوضاع بحاجة إلى وقفة جدية من الأمة العربية والإسلامية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من قلب المدينة المقدسة ومن جوار مصر رسول الكريم رسالة يوجهها المقدسيون إلى إخوتهم في السودان واثقين أنهم لن يتخلوا عن مصر نبيهم ولن يفرطوا بقبلتهم الأولى فما زالت قبور أبطال السودان شاهدة على بطولاتهم واستماتتهم في الدفاع عن ثرى فلسطين لقناة طيبا رينات شرباتي القدس المحتلة